بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرف المرسلين إخواني في درس سريع وموجز ومختصر حول كيفية تركيب الأسلاك في مكيف كوندور أنفيرتر نوع فانت كات ميل بيتيو إخواني كيفية تركيب الأسلاك هناك من وجدة صعوبة أو وجدة أو سأل هذا السؤال كيفية نركب الأسلاك لأنه لا يوجد سلك تغذية كهربائية في الوحدة الداخلية إذن تركيب الأسلاك في الوحدة الداخلية يكون لون بني 1L في 1L إخواني لون الرمادي يكون في 2N أما اللون الأسود فيكون في رقم أو حرف S سينيال إخواني S يعني السينيال هو الذي يعطي الأوامر للوحدة الخارجية لتشغيل الإلكتروفان أو المروحة يعني هو سلك خاص بالأوامر لون خليط بين الأخضر والأصفر هو سلك أرضي إخواني يعني في الدماص يركب في آخر خانة كما تلاحظون هنا هذا فيما يخص الوحدة الداخلية في مكيف كوندور دوز ميل ناف ميل ديزويت ميل إخواني يركب ثلاث أسلاك وفقط أما فانت كات ميل بيتيو فتأتي التغذية الكهربائية إلى الوحدة الخارجية كما سنشاهد الآن لاحظوا كما ركبنا في الوحدة الداخلية نقوم بالتركيب في الوحدة الخارجية اللون البني في L1L واللون الرمادي في 2N أما اللون الأسود في يكون في S حرف S إخواني هنا يبقى خانتين كما تلاحظون L و N على اليسار هنا ماذا نفعل إخواني هنا يتم تركيب التغذية الكهربائية إلى الوحدة الخارجية يعني تركب في القاطع أو الديجنكتور من هنا تأتي بسلكين تغذية كهرباء 220 فولت بهذا الشكل يعني تركب من القاطع أو الديجنكتور لأن الوحدة الخارجية هي من تقوم بتغذية الوحدة الداخلية بالكهرباء 220 فولت على عكس مكيفة 2 و 9 ميل بيتيو و 18 ميل بيتيو إذن تأخذ الكهرباء وتركب في L و N هنا على اليسار في الوحدة الخارجية فالوحدة الداخلية لا يوجد فيها سلك لتركبه في التغذية الكهربائية يجب تركيب التغذية الكهربائية في الوحدة الخارجية بهذا الشكل أما المكيف 9 ميل 2 ميل و 10 ميل فالتركيب يكون عادي إخواني يعني الوحدة الداخلية فيها سلك خاص بالتغذية إخواني على عكس مكيف فانتكات ميل بيتيو أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا الشرح هذا هو التركيب الصحيح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله